موسيقى ليل العاصمة طرابلس وقد انتصف هذه نشرة مفصلة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين قصف جوي في الصافري والمحور الغربي بمدينة بنغازي والاشتباكات المستمرة في محيط مصنع الاسمنت بالهواري القبض على عنصرين تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في درنا والتنظيم يحتجز أكثر من أربعمائة شاب في سيرت ويكثف بواباته في المدينة مؤتمر دولي بتونس اليوم ثلاثا يناقش سبل الدعم الدولي لحكومة الوفاق وأوباما يقر بفشل إدارته في التخطيط للمرحلة الموالية للتدخل في ليبيا السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد الناطق باسم القوات الخاصة الساعقة في مدينة بنغازي ميلود الزوي أن الطيران الحربي والمروحي أتابع لعملية الكرامة نفذ غارات جوية على مواقع في منطقتين الصابري والمحور الغربي بالمدينة وأشار الزوي إلى إصابة الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية أتابع لعملية الكرامة سراج الطيرة إثرى محاولته تفكيك لغم أرضي في المحور الغربي من المدينة منوها إلى استقرار وضعه الصحي حاليا هذا وقد أفد الناطق باسم القوات الخاصة الساعقة في بنغازي ميلود الزوي باستمرار الاشتباكات في محيط مصنع الاسمنت بالهواري في محور الصابري بجميع أنواع الأسلحة مضيفا أن هذه الاشتباكات لم تسفر عن أي خسائر بشرية في صفوف القوات الخاصة الساعقة ونوها الزوي إلى تدمير الطيران الحربي تابع لعملية الكرامة لجرفات قبالة سواحل مدينة بنغازي الليلة الماضية دون أن يحدد أعدد هذه الجرفات ونبقى في بنغازي حيث قال عضو المجلس البلدي عواض لجويري أنه تم فتح ما يقرب من 40% من الشوارع الرئيسية التي كانت مغلقة خلال الفترة الماضية في المدينة وأضف لجويري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن حركة المرور هناك تشهد انفراجا مشيرا إلى استمرار تدهور الوضع المعيشي في بعض المناطق وأضح لجويري أن الوضع المعيشي لا يتحسن إلا بوجود حكومة واحدة تصرف الميزانيات للمجالس البلدية من أجل أن تقوم بالمهام المنوطة بها حسب تعبيره إلى مدينة درنا حيث أكد مصدر من مجلس شورى مجاهدي المدينة إلقاء القبض على اثنين من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة وأضاف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن العنصرين الذين تم القبض عليهم متورطان في عمليات تفجير شهدتها مدينة درنا في الأوينة الأخيرة وكانت المدينة قد شهدت عدة عمليات استهدفت عناصر من مجلس شورى مجاهدي درنا ومولين للمجلس كما أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل الناشط السياسي عبدالبوسط بذهب هذا وقد حذرت غرفة عمليات عمر المختار تبعة لعمليات الكرامة المواطنين في درنا من الاقتراب من مناطق معينة قالت إنها مناطق محظورة حسب وصفها وقال أمير غرفة عمليات عمر المختار كامال جبالي إن طريقة طرطارة حتى ظريح سيد الجرباع مرورا بوادي بوضحاك والتي تعرف لدى الجميع بمنطقة حرف تي الرابط بين مدينة درنا وبلديتي الجبة ومرتوبة هي منطقة عمليات عسكرية وأضاف جبالي أنه اعتبارا من أمس الأول الأحد فإن ما يتم القبض عليه في داخل هذه المناطق دون تنسيق مسبق يعرض نفسه للمساءلة القانونية حسب قوله أفد عميد بلدية سرط المكلف من حكومة الأزمة مختار المعداني بارتفاع عدد سجناء من أبناء مدينة سرط الذين يحتجزهم عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إلى أكثر من أربعمائة شاب وأضاف المعداني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التنظيم مستمر في عمليات القبض على العسكريين والمتقاعدين وأبناء سرط المنتمين للتيار السلفي الذين لم يستتابوا بحسب التنظيم بعد الحصول على بياناتهم من منظومة الضمان الاجتماعي كما أشار المعداني إلى زيادة عدد البوابات التي ينشرها عناصر التنظيم في أغلب مناطق المدينة وأحيائها من جهة أخرى قال المعداني أنه تم صرف مرتبات جميع العاملين في قطاع الصحة والتعليم من أبناء مدينة سرط مشيرا إلى استمرار المجلس البلدي بعمليات حصر النازحين من أبناء المدينة وأضاف المعداني أنه تم حتى الآن حصر ما يقرب من 14 ألف أسرة نازحة من المدينة بعدد سكان يتراوح ما بين 65 ألف و70 ألف نسمة أوضح المعداني أن 80% من النازحين توجهوا إلى المناطق الغربية وأغلبهم في مدن طرابلس وزليتن ومصراتة والجفرة وبني وليد وطالب المعداني المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بحلحلة أوضاع مدينة سرط قال أمر عمليات القوة الثامنة بسبها تبعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام مصطفى الشريف إن الاعتداء المسلح الذي تعرض له عناصر القوة الأسبوع الماضي لا علاقة له بأي خلافات قبلية وضف الشريف لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التحقيقات التي أجريت بشأن القضية كشفت عن أن منفذي الاعتداء هم خارجون عن القانون يسعون لمنع قوات الجيش من بسط سيطرتها على المنطقة وكانت دورية تابعة للقوة الثامنة قد تعرضت لاعتداء مسلح الأسبوع الماضي على الطريق الرابطي بين سبها وتمنهنت وتسببت في مقتل أربعة من عناصر القوة المكلفة بتأمين مستودع سبها النفطية ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حمام عدد من النواب دعمين لحكومة الوفاق الوطني سبل تقريب وجهات النظر بين عضاء المجلس بشأن منح ثقة للحكومة وفاد عضو مجلس النواب على التكالي لقناة ليبيا لكل الأحرار بأن النائب الثاني أطلع النواب الحاضرين على أهم النقاط التي بحثها رئيس المجلس ونائبه الأول في اجتماعهم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة مشيرا إلى أن النواب قدموا خلال اللقاء الذي عقد الاثنين في مدينة طبرق مقترحاتهم لما يمكن اتخاذه من خطوات لضمان عقد جلسة في الثامن عشر من الشهر الجاري لتصويت على منح ثقة لحكومة الوفاق الوطني حذر عضو مجلس النواب والموقع على اتفاق سخيرات فتح بشاغة مما سماه الضرر المحقق من الدعوة لاجتماع لجنة الحوار السياسي في بيان على صفحته وصف بشاغة الدعوات لاجتماع اللجنة لمناقشة ما يره البعض خرقا للاتفاق بالتوجه القاسر وغير الحكيم محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى العودة إلى الوراء وتأزيم الموقف على نحو خطير حسب تعبيره واعتبر بشاغة أن الحرص على عدم خرق الاتفاق يكمن في العمل دون ممطلة لعقد جلسة لمجلس النواب بنصاب قانوني وتمكين النواب من التصويت بإرادة حرة إضافة إلى تعديل الإعلان الدستوري وفق أحكام الاتفاق ومنح ثقة للحكومة وتمكينها من العمل بحرية واستقلالية دون تدخلات أو إملاءات خارج حدود الصلاحيات أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس النواصي سابقا أنها مع تفعيل مؤسستي الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الأثنين أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس أنهم يرفضون عملية الكرامة ويقفون ضد الإرهاب وضد أي عمل انقلابي أو انفصلي على حد تعبيره مضيفا أن الإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس تؤيد جهود تحقيق الاستقرار المتمثلة في حكومة الوفاق الوطنية نحن الإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس نواصي سابقا إننا مع تفعيل مؤسستي جيش والشرطة ومؤسسات الدولة ونرفض رفضا قاطعا بما يسمى بعملية الكرامة وإننا على استعداد تام للوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب والتطرف وضد الانقلابيين والانفصاليين في شأن أخر قالت وزارة الخارجية التونسية إن ممثلين عن 15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة وأربعين دولة عربية وغربية سيشاركون في المؤتمر المزمع عقده اليوم ثلاثة في تونس بشأن ليبيا أوضح بيان للوزارة أن المؤتمر الذي تشرف عليه أو على تنظيمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة البريطانية سيبحث سبل الدعم الليبي أو الدولي لليبيا وحسب البيان فإن المؤتمر يأتي لتأكيد دعم الليبيين ولم شملهم ومساعدة حكومة الوفاق بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والعيش الكريم تتجه الأنظار الثلاثة إلى العاصمة التونسية حيث تحتضن تمر دوليا حول ليبيا تنظمه بعثة الأمم المتحدة والسفارة البريطانية في تونس ويناقش بالأساس تنسيق الجهود الدولية لدعم حكومة الوفاق الوطني البعثة الأممية أكدت أن أربعين دولة عربية وغربية ستشارك في هذا المؤتمر فضلا عن ممثلين لخمس عشرة مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة ومسؤولين رفعي المستوى يمثلون البلدان الداعمة للتنمية في ليبيا مؤتمر يهدف بحسب وزارة الخارجية التونسية إلى دعم الليبيين ولم شملهم ومساعدة حكومة الوفاق على بسط الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق العيش الكريم للمواطن في غضون ذلك تتواصل ردود الفعل الدولية الداعمة للعمليات السياسية في ليبيا حيث اتفقت الجزائر وفرنسا عقب اختتام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على الاستمرار في دعم المسار السياسي في ليبيا باعتباره الخيار الوحيد لاستقرار البلاد وحفظ سيادتها ووحدتها الترابية من جهته اكد المبعوث الامريكي إلى ليبيا جوناثان وينار التقارب وجهة نظر بلاده مع الجزائر بخصوص حل الأزمة الليبية موضحا أن كل من واشنطن والجزائر يسعيان لتجسيد حكومة الوفاق الوطني وتعزيز المؤسسات الوطنية في ليبيا فيما كشف وزير الخارجية الألماني فرانك شتاين ماير عن أن ألمانيا ستعمل على التعجيل بصرف معونة مالية عاجلة لليبيا تقدر بثلاثة ملايين يورو مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لتمكن المجلس الرئاسي من مباشرة عمله من العاصمة ترابلس تطورات ومواقف تطرح تساؤلات حول حاجيات حكومة الوفاق الوطني وطبيعة الدعم الذي بإمكان الدول الغربية ودول الجوار تقديمه لليبيا في غضون ذلك أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن سياسته تجاه ليبيا ربما تضمنت أكبر أخطائه خلال رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية وردنا على سؤال بهذا الشأن في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أقر أوباما بالفشل في التخطيط للمرحلة الموالية للتدخل في ليبيا بعد أن وصل للقناعة بصواب قرار التدخل قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الوضع المتأزم في ليبيا حاليا جاء نتيجة لسلوك مجموعة من الدول وبحسب روسيا اليوم فقد قال بيسكوف إن بلاده باتت ترى ليبيا اليوم دولة فاشلة حسب وصفه مشيرا إلى أن بوتين عبر عن أسفه أكثر من مرة فيما آلت إليه الأوضاع بسبب استعمال القوة والقضاء على نظام القذافي في شأن آخر أفاد الناطق باسم الهيئة التأسيسية لمشروع دستور صديق درسي بأن جلسة الهيئة التي عقدت أمس الاثنين لم تحسم مقترحة تعديل النصاب القانوني لتصويت على مسودة مشروع الدستور وأضح الدرسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجلسة تشهدت جدلا بين العضاء بشأن جدوى إجراء تعديل على النصاب القانوني مخافة الطعن فيه دستوريا وإبطال مخرجات الهيئة بالكامل وأضاف الناطق باسم الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور أن الهيئة قررت مواصلة النقاش بشأن استكمال تعديل لائحة الداخلية للهيئة في جلسة اليوم الثلاثة نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل بعد ثماني سنوات من الإغلاق مجمعوا بسليم الصحي عودوا لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بعيادات متخصصة وأجهزة طبية حديثة قصف جوي في الصبر والمحور الغربي بمدينة بنغازي والاشتباكات مستمرة في محيط مصنع الإسمنت بالهواري القبض على عنصرين تبعين لما يعرف بتنظيم الدولة في درنة والتنظيم يحتجز أكثر من أربعمائة شاب في سيرت ويكثف بواباته في المدينة مؤتمر دولي بتونس اليوم الثلاثة يناقش سبل الدعم الدولي لحكومة الوفاق وأوباما يقر بفشل إدارته في التخطيط للمرحلة الموالية لتدخل في ليبيا أهلا بكم من جديد أكد عضو المجلس البلدي وباري أحمد مرتضى استمرار المجلس في حصر الأضرار التي لحقت بالمدينة خلال السنة الماضية ونصف السنة الحالية نافيا الأنباء التي تتحدث عن تقديرات لعملية إعادة الإعمار أضف مرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس البلدي هو الجهة الوحيدة المخولة بعملية الحصر مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأممية في المدينة كما نوها مرتضى إلى وجود عودة تدريجية وبطيئة للنازحين إلى المدينة منوها أن سبب البطء هو في عودة النازحين يعود إلى توقف مدارس المدينة عن تعليم الطلاب نظرا لحاجتها للصيانة من جانبه قال المتحدث باسم مجلس قبيلة الحسونة في وباري سالم بخزام أن تكلفة إعادة إعمار المدينة والمقدرة بـ 57 مليون دينار هي تقديرات حتى الآن وليست صادرة عن لجنة الأزمة المكلفة بحصر الأضرار وضف بخزام لقناة ليبيا لكل الأحرار أن لجنة حصر الأضرار المشكلة من جميع الأطراف عقب انتهاء الحرب في وباري هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار أرقام حول تكلفة إعادة الإعمار مشيرا إلى أن هذه اللجنة لم تنتهي حتى الآن من عمليات الحصر وأشار بخزام إلى أن الوضع في المدينة يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا مع الاتفاق الأخير حول تنسيق العمليات الأمنية بين اللجان في أحياء المدينة قررت حكومة الإنقاذ الوطني إغلاق معبر راس جدير الحدودي مع تونس إلى حين قيام السلطات التونسية بتأمين المواطنين الليبيين داخل الأراضي التونسية وحمايتهم وأضفت الحكومة في بيان لها أن قرر إغلاق المعبر جاء بعد تعرض مواطنين الليبيين في تونس لاعتداءات وإهانات من قبل مواطنين تونسيين محتجين بحسب بيان حكومة الإنقاذ هذا وقد قال مدير إدارة المباحث العامة بمعبر راس جدير الحدودي مع تونس عمر مرضية إن المعبر ما يزال مغلقا بناء على التعليمات الصادرة من مدير المنفذ وأضاف مرضية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مدير المنفذ والشرطة التابعة له في المعبر امتثلوا لقرار حكومة الإنقاذ وأغلقوا المعبر إلا أن إدارة الجوازات والتفتيش والأجهزة الأمنية ما تزال تعمل وترفض هذا القرار ولا تمتثل إلا للقرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حسب وصفه كما أشار مرضية إلى وجود الزحام للمسافرين الراغبين بعبور المنفذ من الجهتين التونسية والديبية ضبط جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ قطع ترابلوس صباح أمس الاثنين قاربا يحمل على متنه مئة وسبعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل منطقة لجويعة شرق العاصمة ترابلوس وقال ضابط حرس السواحل وأمن الموانئ قطع ترابلوس أشرف البدري إن من تم ضبطهم يحملون جنسيات إفريقية مختلفة وقد تم نقلهم إلى ميناء ترابلوس البحري بعد إنقاذهم من قبل قاربين تابعين لقوات خفر السواحل أكد مكتب شؤون وزارة المالية بحكومة الانقاذ الوطني أن الوزارة أحالت لمصر في ليبيا المركزي أذونات صرف مرتبات شهر مارس لسنة 2016 وبحسب إذن الصرف الصادر عن وزارة المالية فقد تجاوزت قيمة مرتبات القطاعات لشهر مارس مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون دينار وقال منصق العلاقات بالوزارة رضوان العربي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن وزارة المالية قامت قبل منح الإذن بصرف مرتبات شهر مارس بمطابقتها بمنظومة الرقم الوطني لتأكد من سلامة هذه الإجراءات بعد إغلاق دام ثماني سنوات عطل فيها النظام السابق المجمعات الصحية في أنحاء البلاد بحجة أعمال الصيانة بات مجمع بوسليم الصحية الذهبي جاهزا لاستقبال وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون ممن كانوا يعانون من ضعف الخدمات المقدمة لهم في المستشفيات العامة واكتفاضها كاميرا ليبيا الأحرار كانت حاضرة لدى افتتاح مجمع بوسليم الصحي الذهبي وأعدت التقرير التالي بعد إغلاق دام ثمانية سنوات افتتح اليوم مجمع بوسليم الصحي الذهبي الذي سحدثت فيه عيادات تخصصية متنوعة كما زود بأجهزة تصوير حديثة تلبية لاحتياجات المواطنين لأننا على يقين أن الرعاية الصحية الأولية ستعفي المواطن من الكثير من الأمراض في فترتها المتقدمة والحمد لله المجمع متوفر فيه كل الإمكانيات وكل التحليل التي قد لا تكون حتى في بعض المستشفيات المجمع الثالث من نوعه بعد افتتاح نظيريه مجمع طريق المطار ومجمع البدري شهد أعمال صيانة مكثفة وصار اليوم يضم عيادات طب الأسنان والباطنة والجراحة وأمراض السكر والغدد الصماء وغيرها إضافة إلى تفعيل طب الأسرة والمجتمع الهيادة المجمعة بوسليم تعتبر عيادة تخصصية تقدم الخدمة الصحية الأولية والتنوية الهيادة المجمعات كخطة وبرنامج موضوع مسبقا لتخفيف العبء على المستشفيات تنوع العيادات التخصصية التي يحتويها مجمع بوسليم يهدف لتخفيف العبء على المواطن فلا يصير مجبرا على الذهاب إلى المستشفيات العامة والتي قد تقع بعيدة عن حيه السكني يعتبر هذا المرفق إضافة نوعية لقطاع الصحة ببلدية بوسليم وسكان حتى البلدية المجاورة نتمنى من الإدارة المسؤولة على هذا المرفق المحافظ عليه في سبيل تقديم خدمات أفضل المواطن يأتي افتتاح مجمع بوسليم الصحي الذهبي ضمن خطة تعتمدها وزارة الصحة تهدف إلى افتتاح العديد من المجمعات الصحية في البلاد وأولها مجمع غط الشعال الذي تعتزم الوزارة تجهيزه واستئناف العمل فيه خلال الفترة المقبلة في شأن صحي آخر أفاد مدير مكتب الإعلام والتوعية وتثقيف الصحي بإدارة الشؤون الصحية الخمس محمد المنشاغ بانطلاق حملة وقاية لتوعية بصحة الفم والأسنان في مدارس المدينة وتحت شعار معا لأسنان خالية من التسوس بدأت الاثنين حملة وقاية التي تستهدف طلبة الصفين الخامس والسادس من التعليم الأساسي وتشمل محاضرات للتوعية بأسباب التسوس وطرق الوقاية عبر عرض فيديوهات تثقيفية وتوزيع مطبيات وملصقات إرشادية ينفذ هذه الحملة مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي برعاية مركز النخبة لعلاج وتقويم وزراعة الأسنان بالتعاون مع مكتب شؤون التربية والتعليم بالخمس إلى هنا تنتهي هذه الجولة الإخبارية من ليبيا لكل الأحرار ولم يبقى إلا تذكير بالعنوين قصف جوي في الصابري والمحور الغربي بمدينة بنغازي والاجتباكات مستمرة في محيط مصنع الإسبانت بالهواري القبض على عنصرين تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في درنا والتنظيم يحتجز أكثر من أربعمائة شاب في سرط ويكثف بواباته في المدينة مؤتمر دولي بتونس اليوم الثلاثة يناقش سبل الدعم الدولي لحكومة الوفاق وأوباما يكر بفشل إدارته في التخطيط للمرحلة الموالية لتدخل في ليبيا النشرة وقد انتهت أطيب المنا دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة